السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء خناة فكرة نهاردة نتكلم عن مشروع تجارة وتوزيع المخلل على السوبر ماركت والمطاع كلنا عارفين أن ما فيش مائدة أو طبلية في أي وقت في أي مكان تخلو من وجود مخلل عليها فهو أساسي في أي وجبة المشروع ده لي متطلبات لازم تكون موجودة هنتكلم عليها أول حاجة متطلبات شخصية للشخص اللي هيقوم بهذا المشروع يجب أن تتوفر فيه القدرة على العمل والرغبة في العمل للمجال دوت كمان لازم يكون نشيط ويتمتع بصحة جيدة حتى يتمكن من أداء العمل دون صعوبات يجب أن يكون لديه لباقة في الحديث وقدرة على التعامل مع الناس وقدرة على طريقة التسويق والتوزيع وإقناع المشترينية نمرة 2 متطلبات مادية وهي تتمثل في وجود سيارة نقلة أو تريسيكل بنزين أو تريسيكل يدوي للاستخدام في النقل والتوزيع وفي حالة عدم موجود هذه الوسائل يمكن تأجيرها وسدد قيمتها من الربح اليومي اللي هيجي من البيع نمرة 3 رأس مال المشروع بيتراوح من خمس سلاف لعشر تلاف جنيه نمرة 4 عايزين مكان صغير للمشروع بنخزن فيه البضاعة اللي هنشتريها يكون محل صغير أو غرفة صغيرة في دور أول أو حاجة نحط فيها البضاعة لحد ما نقوم لأنه هنشتري البضاعة يوميا نحن هنشتريها كل مثلا أسبوع أو بتاع فهنشتري البضاعة ونحطها فيها تكون في مكان تهوية لها وقضاء وبناخد من البضاعة وبنوزع ولما بنوصل لحد الطلب بنجيب تاني بضاعة جديدة كيفية الحصول على المخلل احنا بندور في كل محافظة أو مدينة احنا فيها على المصانع بتاعة المخللات ودي موجودة وكتيرة في كل الأماكن يعني المخللات أنواحها حوالي 30 نوع تقريبا وبتنقسم نمرة واحد الزتون بأنواعه أخدر وأسباني كلاماته بمقاسات مختلفة وفيه زتون شرائح نمرة اثنين الترش البلدي اللي هو لفت وخيار وفلفل وأرنبيط نمرة ثلاثة الخيار المخلل سواء الخيار العادي أو خيار أشرة اللي هو صغير جدا ده لمون مخلل بأنواعه لأن فيه المعصفر وفيه المخلل العادي وهكذا نمرة خمسة الفلفل بأنواعه زي الفلفل المكسيكي والطنطاوي نمرة ستة البوليف وده بيبقى بيبقى جرادل اللي هو الحرائل اللي هو خلطة فيها مجموعة حاجات أنواع مختلفة من المخلل موجودة في خلطة حمرة حرائية بيتم الحصول على المنتجات دي بكميات ممكن ناخدها بالكيلو ونعبيها احنا بمعرفتنا في برطمانات أو عبوات مخصصة لذلك أو أن احنا بنشتريها من المصنع عبوات جاهزة نص كيلو أو كيلو وجرادل اللي هي عشرة كيلو للطرشي أو للبوليف وأنا شخصيا أفضل في المرحلة الأولى أن احنا نشتري المنتجات دي جاهزة معبقة جاهزة عشان ما يكونش فيه أي أخطاء في المحلول اللي بيضاف للعبوة وطريقة الحفز وطريقة التعبئة لحد ما نتعلم ونعرف يعني جمال المصنع بيقدر يشتري العبوات أرخص من اللي احنا هنقدر نشتريها لأن احنا لو رحنا هنشتري فالعبوة البلاسك نص كيلو في حوالي اتنين جنيه ونص أو تلاتة جنيه والخمسة كيلو من خمسة جنيه للستة جنيه حسب الجودة آآ هو بيقدر يشتري الحاجات دي بأسعار أقل لأنه هو بيشتري بألاف من المصنع بشرة وبألاف الأعداد آآ كمان محتاجين نطبع آآ استيكر زغير آآ عليه اسمنا وعليه تليفوننا آآ عليه تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية آآ وآآ صورة شيك آآ جميلة كده تشد النظر آآ كيفية البيع آآ للمنتج اللي خلي بيتم توزيعه على السوبر ماركت وعلى المطاعم آآ عربيات الأكل اللي في الشارع اللي هي بتاعت سندوتشات وبتاعت الفول والطعمية والحاجات دي العربيات اللي واقفة في الشارع آآ ممكن كمان نبيع عن طريق النت آآ اللي نعرض العبوات اللي احنا عاملينها آآ في صفحة تجارية على الفيس ونعرضها ونبيحها توصيل آآ بتكلفة يعني بسيطة يعني آآ الربح بييجي من آآ فرق السعر الشيرة من سعر البيع العبوة فيها آآ مكسب من خمسة عشرين في المية حسب النوع آآ المخلل آآ وآآ حسب الجودة يعني فالمكسب كويس جدا المكسب في الموضوع ده مش مش قليل يعني آآ امتى افكر ان انا يبقى عندي مصنع مخلل آآ بعد فطرة آآ من عشر شهور لسانة كده في شغله في التوزيع آآ على السور ماركت وعلى المطاعم آآ آآ وتحقيق آآ الربح آآ معتدل آآ كويس يعني في المرحلة ديت وكن في الوقت ده عرفت امور كتير آآ اتعرفت على ازاي اصمم المصنع آآ آآ او محل كبير آآ انتك فيه واخلل فيه المعدات اللازمة والمواد الخام اللازمة آآ آآ العمالة آآ وطريقة التخليل آآ كمان اقدر اعرف اشتري المنتج ده منين آآ الفلفل في اوقاته واللمون والحاجات ديت عشان اقدر اجيبها واخزنها آآ واشتريها منين و كمان اكون عرفت آآ فوارق السعر ما بين البيع وما بين الشراء آآ حجم اللي انا اقدر ابيعه قد ايه اقدر اتوسع في في الانتاج قد ايه آآ وبيع اكتر آآ في ال اكون اتوسعت وتعرفت في السوق وبقى لها اسم آآ الموضوع آآ جميل جدا وكويس انا شايف النسبة الربح فيه كويسة جدا آآ الاسعار آآ بتتراوح آآ آآ ما بين آآ للطرشي مسلا من اربعة جنيه ونص من المصنع آآ اقدر ابيعه بستة وبستة ونص بيتباع في المحلات آآ مع عشر وبتاع لانه بيباع طبع القطاع باتنين جنيه وبتلاتة جنيه وربع كيلو ونص كيلو آآ الزاتون آآ بيبدأ من اتناشر جنيه واحداشر جنيه للكيلو آآ آآ واقدر ابيعه بخمستاشر وستاشر وهو اصلا بيباع بحاجة وعشرين جنيه في الآآ الطاعي فالحاجات دي فيها مكسب كويس فيها رزق كويس آآ فيها آآ آآ واحد محتاج انه يشتغل محتاج انه يفكر آآ برا الصندوق هو موضوع مربح جدا وكويس جدا آآ اخيرا اتمنى اكون قدرت اوفر المعلومات المطلوبة آآ لتجارة المخلل وإذا عجبكم الفيديو اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واشكركم على حصن آآ متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة